السلام عليكم ورحمة الله و ازايكم و عاملين ايه يا رب تكونوا بخير انا يوكوب خنطف احمد النهاردة هنعمل حاجة كده فكرة جديدة فلا بنا كده نشوف الطريقة بتاعتها اول حاجة طبعا هي الفكرة دي عبره احنا نحتاجه عن قليش يعني دي الحاجة الاساسية فيها القليش مع الوقت القليش طبعا دلوقتي احنا بدأنا ان احنا قطعه بالشكل ده هنقطع قضعة صغيرة وطبعا هنحط في طبق الحاجة بعدين طبعا هنحط بقى في الصينية نحط فيها زبدة ونحط عليها نحط عليها الجلج بتاعنا الجلج بتاعنا حطنا نصه هنسيب المص الثاني عشان هنحطه في الاول خالص بعد ما نخلص يعني الحشو فحنا حطينا نصه وصبنا نصه الحشو بقى احنا هبين نحط لانشون وجبنا مزرلة فطبعا الجبنة المزرلة دي يعني حاجة هنحطها على الوش برضو فهنبدأ ان احنا نقطع اللانشون بالشكل ده قطعة صغيرة ونبدأ ان احنا نحطه على كل الجلج بالشكل ده هنبدأ ان احنا نمزعه عشان الجلج يكون مملي عشان ده الحشو يعني بتاعنا اللي احنا نحطه عليه ودلوقتي خلص خلصنا اه حطينا اللانشون اه فيلا بنا كده هنبدأ ان احنا نحط الجلج النزرلة اه معنا جلج النزرلة نحط منها حاجة بسيطة بس كده في النص من احنا نحطها يعد البقية الجلج يعدد colleague تعالى أنتوا تقدروا ان تبدلوا الحشو باية حاجة تانية اعني ان تقدروا تحطه اي حشو تاني في الجلج الشهر ان احنا نقوم باية نص التانية بتاع الجلج شهر وطبعا زي ما قلت لكم انتوا تقدروا تستبدلوا الحشو ده باي حشو تاني انتم عايزينه ونبدأ بغا نجيب طبع ونحطه في بيتا وحليب وكمان هنحط بقى فلفل قصمر بالشكل ده وهيبقوا كمان ملح وهيبدأ نحن نقلبهم مع بعض وهنبدأ برضو نحن نحطهم على الجلاش من فوق كده عشان يبقى مقرمش من على الوش بالشكل ده بس كده يعني وطبعا حطنا وزعنا البيضاية والحيات يعني نحن نستعملين هلوتي في الطبق دي وزعناها كلها على الصينية عشان الصينية تكون قرمش كده من فوق ومن تكون برضو طرية وطبعا نحطينا الجبنة المزرلة بتاعتنا عشان برضو تديها شكل حلو وهيبدأ بقى نحن نحطهم في الفرن وزع ما تشايفين كده هدين نحطناه في الفرن وهنشوف بقى الشكل النهائي بتاعنا وهذا الشكل النهائي بتاعنا وشكلها حل بقوي وشكلها كمان لزيز طبعا نحن نقطعها لقطع او مربعات يعني عشان صين بتاعاتنا دي مستطيلة فطبعا شكلها حل قوي وزع ما تشايفين كده بدلا نحن نقطعها المربعات بالشكل ده وهذا كمان نحن نحطها في الطبع وهنطلعها من ورها لكم وكمان الاكلة دي تقدروا انتوا تكلوها باي صوس يعني مثلا ممكن كاتشاب ممكن يعني اي حاجة يعني جنبها تديها برضو يعني زي صوس كده يعني كاتشاب اي طبعا الوقتي ده شكلها النهائي وكده خلصنا الفيديو بتاعنا اي بتنسوش بقى لايك وسبسكرايب وكده خلصنا الفيديو بتاعنا وبي وكمان تنسوش تكتبوا كومنت عشان تقولنا اي رأيكم في وصفة النهاردة اشتركوا في القناة